رجعك تاني بعد الفاصل وقبل الفاصل نوهت عن الدورة الدولية الودية ان شاء الله تبقى يعني دايما متواجدة زي زمان كده كان منتخبنا الوطنة ايام الراحلة الكابد الحمود الجاري كان بيشارك في احد الدورات اللي في كوريا لأحد الشركات يعني الكبيرة نتمنى انها دايما تبقى موجودة لكن لكن نتمنى ان شاء الله ان يبقى الاستعداد قبل كده بكتير يبقى الدعم لوجود جمهير طبعا فيه اوتوبسات تتحرك من اماكن ونقاط كثيرة جدا حول القيارة الكبرى لكن المهم المهم ان يكون هناك مسندق بلا من الجمهير سيد شريف المباراة باقامتها في ملعب العاصمة الادارية للتحفة المعمارية الكبيرة شايفة يعني ده كان توقيته ولا كان توقيت افتتاحه يبقى مثلا مصر وطرف منطعم كبير اولا يعني اولا بطولة مهمة جدا ومباريات ليفل عالي هياخدها المنتخب وتجربة قوية جدا في الاختبار الاول لحسام حسن كمدير فني المنتخب وان شاء الله نستفيد منها من التجربة وتبقى بداية قوية تحت مزالة الفيتا كمان ده برضو حاجة تحت مزالة التحدي ده واللكرة القدم كل ده طبعا كنا نتمنى ان الافتتاح لهذا الصرح الرياضي يكون مصر والارجنتين واضحة مصر كصاحبة الملعب والارجنتين كبطل عالم كان لازم الارجنتين وميسي ويتعمل حاجة يعني باهرة طبعا المسؤولين طبعا هم بيستعدوا للبطولة وشكلهم عاملين برضو مفاجآت للجماهير وافتتاح يكون يليق هتبر بس افتتاح بقر داخل تجريبي اه 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 زيل بس التجريبي كده مع نيزولندا وكده لكن لو كان مثلا حتى برضو لو الافتتاح مصر وكرواتيا كان هيبقى قابضوا برضو اللجوم الموجودين في المنتخب الكرواتي كتاني عالم وابل كده كتاني عالم لا كان هيدي برضو يعني اكبر شوية ولكن هو ترتيب هرعة البطولة هو اللي جيه كده وطبعا نقل البطولة من مكان لمكان هو اللي عامل حدث لكن كنا نتمنى طبعا ان ده يكون الافتتاح موجود المتخب الارجنتيني واتمنى ان المسؤولين عن الملعب والمسؤولين عن الرياضة في مصر والمسؤولين عن القرى في مصر يكون هدفهم ان يبقى فيه افتتاح تاريخي لهذا الصرح الرياضي اكبر ملعب في الشرق الاوسط من حيث عدد المقاعد الجماهير والكلام ده وكان منشأة رياضية حديثة في العاصمة الادارية اللي بنفتخر بها اللي بنفتخر بها وسط وطننا العربي وكان منشأة مدينة رياضية متكملة ان كل افتتاح ليه افتتاح حاجة كبيرة ان شاء الله في وقت لاحق يعني ولكن